ازايكم يا مواليد برج العقرب يارب تكون بخير انا مارين بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج العقرب اليوم السبت 15 يناير كانون الثاني 2022 هيكون النهاردة انت مصدر لالهام عميد جدا اليوم وهترشدك غرائزك في اتجاه صحيح وهتحقق اقصى استفادة منها علشان تتخلى عن بعض العادات السيئة اللي بتمكنك انك تعيش من غيرها الان ولا سيما فيه اللي بيتعلق بالطعام فخليك حذر وهتكون مصدر مهم جدا اليوم للالهام وهيسترشده من غرائزك الاتجاه الصحيح بالنسبة لمزاجك هتكون اكتر تفاهم وتقبل الاعتبارات الاخرين حين الوقت الان علشان تقترب اكتر من اللي انت بتحبهم وبتحترمهم بالنسبة ليك عاطفيا حياتك العاطفية هتكون بتتجه نحو السلام والهدوء اليوم انت في قلبك كل شيء وهتحس بين ضعابة والعطش للحياة وده هيجعلك اقرب اكتر لحبيبك او شريك حياتك الوقت ممتاز الان علشان تتمسكوا ببعض اكتر واكتر وتقدروا حبكم انتو الاثنين مع معا بالنسبة ليك مهنيا هتكون قادر على انك تساوي مشكلك كانت بتعتارد طريقك الفترة اللي فاتت وده هيخلي من السهل انك تتقدم اكتر في اهدافك لليوم واليوم هيكون ممتاز لكل اللي بيتعلق في الشغل او حتى العمل الفني اللي انت بتشتغله هتكتسب السيطرة والفهم اكتر واكتر استفيد من النقطة دي واستغلها في حياتك اكتر واكتر بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى موليد 24 اكتوبر ل3 نوفمبر هتكون التجارب الجديدة متاحة ليك اليوم ومش هتنتظر انك تغتنم الفرصة دي مع ده ممكن تكون يقز وتعلم اكتر لاي مدى بيمكنك الزهاب اليه وده بيدفع زوءك للاشياء الغريبة اليوم والجديدة انه تتجاوز حدود ليس لديك عمل لتخطيها اليوم فخليك حذر من التجارب الجديدة اللي ممكن تخطها لليوم وخليك مستعد لكل النتائج اللي ممكن تحصل عليها بالنسبة لتوقعات العشرية التانية موليد 4 نوفمبر ل13 نوفمبر يمكنك انك تكون حازم جدا ومنتمه اكتر لان التفاصيل لما بتدرك انه ما هو يصبح عليك للمحاك وده بيمكنك انك تكتسم اكتر تفاصيل كبيرة جدا للعمل بحذر اليوم وتستخدم كله الخاصة اليوم علشان تعرف تتبنى النتائج الصحيحة لتوقعاتك وتكون مؤيدك وانها تكون توقعات مثالية بالنسبة لك فخليك متبع اسلوبك ده توقعات العشرية التالتة موليد 14 نوفمبر ل22 نوفمبر بيحظى وعيك المهن اليوم بتقدير كبير جدا على الرغم من انك بتفضل العمل في منطقة راحتك وهتسجو بزملائك في الشغل ما تأكدش سلطتك اليوم اكتر من اللازم وهتترك للاخرين مساحة لطيفة جدا للمنورة بينك وبينهم فخليك مستعد بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيواصل الامر انه يعمل عبوره للجوزات اليوم هنكون احنا متوصلين ومعقولين ومنطقيين وحتى ودودين وهناس على مزيد من التنوع اليوم وهيفيدنا كتير هيكون القمر السرطاني الجاي وقائيا ولطيفا جدا وهيعزز تريتنا للامور ورؤيتنا ليها وهيكون الكوكب المشترى في بورج الحوت وهيأثر على مشاعرنا بالبهجة والروحة مع عالم كبير جدا من العواطف وهتتجه الشمس للتوافق مع بلوته بالضبط في صباح الغد وممكن انه يمنح طاقة اكبر طموح وتركيز اكتر في وقت لاحق هتستمر فترة فراغ القمر لحتى ما يدخل برج السرطان لصباح اليوم التالي وبكده بنكون وصلنا الاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتو بستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي على البقباربيكم أو داموكم ليه